موسيقى موسيقى كان أضعف أقل من كل إنسان يدير وكان شكر الإخوة اللي انضموا هاد الفترة لأنه كتعرف لما يكون الموت كيتعذر على البعض أنه يحضر ويديل الواجيب وعلى العقل يشارك الأسرة في التعازي وسورته حتى الناس للحومة لأنه أنا دائما كان عرف القيمة وسورته الحومة المغربية ونطلقنا من الناس الحومة لأنه هذو كمان أوفية اللي كي يكونوا كيشوفوك في الوقت الفراح الوقت الحزن الوقت المرض فزيت طوما نقول لهم البقاء ولله ونحضره أيضا من أجل أني نعزب سيفة مباشرة لأولاد دياله والإخوة الفنانين لأنه ما تحضرش علي الحضور مع العساف كنت مسافر وتدابعو لكن أكد أنه الحمد لله نجي قبل ما تسئي سالة الحفل ولكن تكون سالة ونحضره لأن العزاء لأن العزاء لا يوجد وقت محدد كيمكن العام كله يغزي ولكن المهم أننا نقوله على محمد خديوة وكان عارفوه كان رجل طيب أنا مع العزاء ما حصل ليش شرف أنني اشتغلت معه كتير اشتغلت معه في عمل أوزوج في وزير غرناطة على خشبة المصرح بعد عمل تليفزيوني ولكن كتير من 16 أو 20 عام ما ما خدمش معه ولكن بقيت مع الأسف كنت تبعوه غير عن بعد لأنه والإدعاء مشكلة كبيرة وأيضاً قام بتجربة في الإنتر وفي الإخراج وكأخر أعماله كان قام بالإخراج رحمه الله التمس لأخاك من عذر إلى 70 عذر والله الحضور أو عدمه ليس الأساسي حتى أرى كان الإنسان يحضره ويجي واحد نيجاتيف ويقولك ويحضره ويموت ويمكنك تجي تهدي ويقولك وما عرفوه منين كان حي فدائماً انتقادات يبقى الناس بالقلب ديالهم ونحن علم ونحن تعلمنا ولكن الحمد لله إن الله يتعلم والسرائر ما الإنسان يرى المظاهر على بره كان يظن أن الناس كان يكلم فيها مشغول لأنه كان عزيز والله ما عمر أنا شخصياً ما عمر يسمع لديه شيء لا لي ولا الميدان ولا الناس دياله وكيعجبني الوفاء والصديق دياله وكيف يبقى هوا مع الناس دي حومة دياله لم يظن أن الإنسان لا يريد أن يحضر ولكن الإنسان يكون قاسر فهو يشوف جنازة دياله ويأخذ الأجر طوبة لهم طوبة لهم بالأجر ولكن ما حضروش رأى ربما عندهم ضروفهم لا نظن أن الإنسان يعجز على أشياء بحال هذه ولكن حتى لا يقال الكثير من الأشياء لأن الإنسان يفتح قلبه وكل واحد يقول لك أنا مريضة وما جاء عندي حد أنا درت سوادة والأخر يقول لهم ما عرفتش باللي أنت مريضة يقول لك ويأتي ننشرها إذن كيف سبغيتي نعرف فالإنسان يقول لك يعيش في ضروف صعبة كنتمشي تدير خير كنتمشي تدير خير ولما كيصوروه يقول لك تجيب اشتبان إلا درتي وما عرفوك يقول لك كتدير جي حاجة تقول لهم كتعرفني فالإنسان يمشي بقلبه ويمشي باللي الأشياء اللي دار فيه الله سبحانه وتعالى والله هو اللي تولى السرائر والحمد لله وتعازينا لأهل دياله ومرافهم